فتحصل إلهنا أعزائي ما هو موقفنا في نحو الفتاوى ما هو موقفنا من الروايات الصادرة الحجة أما الروايات غير الحجة وغير الصادرة ذاك خارج تخصصان موقفنا من جميع كتب الحديث سنة وشيعة أولا لا بد من إحراز أنها منقولة ماذا باللافظة فإن لم يمكن وهو في الأعم الأغلب ماذا لا يمكن لا بد من التأكد أن الذي نقل الرواية الراوي من العلماء المتخصصين عندما ينقلوا بالمعنى لا يضيع عليه شيء من الأصل وإلا إن لم يكن هذا ولا ذاك فلا قيمة للروايات صح سندها أم لم يصح استفاضت أم لم تستفض جاء الإجماع عليها سنة وشيعة أم لم يأتي فإذا أمكن ذلك طبعا تقول لي سيدنا يوجد استثناءات أقول نعم يوجد استثناءات من الاستثناءات أن تعرف أن هذه الرواية بألفاظها نقلت من رواة متعددين ومن الشيعة والسنة هذا يكشف لك أن هذا اللفظ وماذا هو الصادر وإلا كيف اجتمعه لا بحساب الاحتمال يمكن أن يجتمع عشر رواة بنقل جملة واحدة لم يلتقي أحد بالهم لآخر هذا من اليمين وهذا من الشمال وهذا من فلان مكان وهذا كذا ولكنهم جميعا التقوا على ماذا كما قلت في حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى أو كحديث ماذا كحديث رزية يوم الخمس هذه موجودة لماذا لأن تجدون كتب السنة المعتبرة وغير المعتبرة كتب الشيعة ينقلون ماذا أن شخصا كان في مجلس رسول الله قال حسبنا ماذا قال حسبنا كتاب الله هاي الجملة هاي الجملة هاي الجملة هاي الجملة إذا جزما هذه ماذا هذه مو من قول إلينا بالمعنى ما أدري واضحي ولا أو إذا لم يمكن ذلك لا نقل الألفاظ وللاطمئنان بأن المعنى لم يتغير لا بد إذا من العرض على القرآن لا بد من العرض على القواعد العقلية لا بد من العرض على المسائل التاريخية أما مجرد رواية وردت في كتاب إذن هي الحجة فليس كذلك